خلينا نبتدي بمنتخبنا الوطني الحقيقة اللي يهمنا جدا الماتشين الجايين يكونوا يعني مناسبين للحالة الفنية للمنتخب مصر وده ما بيجيش حقيقة من خلال الماتشات غير من الماتش يكون قوي انتخب زنبيا معروف وهو حصل على بطولة الأمة أفريقية قبل كده مرة انتخب الجزائر بقويته وعدد المحترفين اللي عنده الحقيقة في أوروبا بشكل كبير فالماتشين دول بنشوف ان هم معبرين بشكل قوي احنا لو تتذكروا مباراة تونس قلنا ده الاختبار الحقيقي لفيتوريا مع المنتخب الوطني وما حدث ما بعد اللقاء والهزيمة اللي كانت موجودة وتصريحات المدير الفني قالت ان الفترة القادمة لمنتخب مصر هتكون مختلفة بما ان فيه قرارات اتخذت جوه الجهاز الاداري والجهاز الفني فيه منتخب مصر بان كل اللعبين هيكونوا متواجدين ومش هيبقى فيه استثناء مهما كان ومهما حصل بالنسبة ليه منتخب مصر الاهم هو سمعة الكرة مصرية من خلال منتخبنا الوطني وانك بتستعد وبتشوف كل اللعبين اللي انت بيتم اختيارهم مع المنتخب الوطني فبالتالي القايمة اللي موجودة هي خلاص قايمة يعني مفيش اي مشاكل فيها وده طبعا كان غزبا عنه يعني خلينا برضو نقول ان الاتحاد الافريقي حتى ماتش السوبر الافريقي في التوقيت ده وفيه توقف دولي للمنتخبات هتلعب ماتشات ودية فبالتالي حصل اللي حصل بالنسبة ليه انت يعني لعبة النادي الالي تبقى موجودة مع النادي بتاعها عشان بطولة السفر وبالتالي مش هيحصل تاني انه تبقى فيه تعارض لبعض التوقيتات سواء بقى مع المنتخب او مع الاندي فبالتالي هو اختار القايمة الخاصة بيه نتمنى بقى اهو ما عندناش زي ما نقول ايه حجة احنا دعمين المنتخب عمتا يعني احنا بنقول ما فيش حجة لكن في الاخر احنا دعمين المنتخب لكن الحجة ان انت الماتش اللي فات انت خرج من عندك بعض اللعبين انت بتقول ان هم اثروا على اداء ونتيجة اللقاء امام منتخب تونس وبالتالي بتاع تلعب زنبيا بالعدد اللعبين اللي موجودين معاك هتلعب الجزائر والمنتخب القوي الجزائر التصنيف الاول بنفس اللعبين اللي معاك وبالتالي احنا نتمنى نشوف بقى التطور اللي هيحصل لمنتخبنا الوطني والنتيجة ايضا اه احنا بنقول مباريات تجربية ودية عشان نشوف ايه الجوانب السلبية اللي عندنا عشان نبتدي نحلها قبل بطولة الامم افرقية وفي نفس الوقت نزود لامور الايجابية اللي هي منتخبنا الوطن خليني بس اقول لكم القايمة مرة تانية والحقيقة خسارة كبيرة ان المنتخب يخسر لعب زي امام عشور وللأسف ممكن كمان النادي الاهلي يخسروا في بداية بطولة دوري السوبر امام سنبا التنزين اللي هيكون يوم عشرين اكتوبر لعب مهم اعتقد في الكرة مصفية في التوقيت الحالي ولكن اصابته في الماتش الاخير يعني اخسارة لمنتخبنا واخسارة ايضا للنادي الاهلي هنقول لكم القايمة قايمة المنتخب وهو الشناوي طبعا في حراس المرمى محمد صبحي وابو جبل محمد هاني عمر كمان عبدالواحد احمد فتوح محمد حمدي وياسر ابراهيم وعلي جبر حمد عبدالمنى محمد سامي مرون عطية طريق حمد محمود حمادة حمدي فتحي احمد نبيل كوكا طبعا ده نضم بدل من امام عشور حقيقة من خلال كمان الماتش اللي فات عمل ماتش رائع مع النادي الاهلي محمد النني احمد سيد زيزو مصطفى فتحي سين الشحات عمر مرموش مصطفى محمد محمد صلاح تريزي جي مروان حمدي فيه تنوع يعني اعتقد هما دول القوام الاساسي لمنتخبنا الوطني وبالتالي نتمنى بقى ان احنا نشوفهم بوضع مختلف مع الماتشاط القادمة سواء بقى زنبيا او منتخب الجزي